السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل الانبهار ممكن يكون مؤذي اكتبوا اكتبوا للوقت خلواها المرة دي خلينا نتكلم كده مش أنا بس اللي بتكلم أنا متابع قدامي اللايف وشايف قدامي إجاباتكم ربنا يبارك فيك يا شاهد يا رب ويصلح حالك وحالنا الناس عارفك يا شاهد الموضوع ده مهم جدا لكي لازم يعني تدريكي برضو وانت بتتبعيني او بتكتبي او بتعلقي على المقالة فالاخوة والاخوات هيستفيدوا النهار ده حتى الاباء والامهات والمربين يخلي بالهم من الحتة دي تربوية لانها مهمة جدا تمام وبنخفر عنها وللأسف الشديد محدش بيتكلم فيها يعني محدش بيجي وقولك ايه ده محدش جي تكلم من احنا بننبهر بناس وبناخدهم نمازج وقدوة وبنمشي وراهم وإحنا مغمين عينينا عارفين يا شباب لما يكون واحد ملسم كده ورابط عينه وقفلها وماشي وراه اللي هو يقوله خلاص ما هو بقى سيرة ذاتية قوية واتشيف منت كويس جدا وخلاص اللي يقوله ده بقى احنا كلنا ايه ماشيين معاه في المركب وماشيين وراه بقى وهي دي المشكلة الكبرى اللي بيقع فيها كثيرين وأنا واحد منهم يعني أنا واحد برضو دلوقتي فوق الاربعين سنة بدأت قدرك إن أنا كنت بتصرع في الانبهار بأشخاص بعينهم بتصرع في أحكام بحكمها على ناس بوصلهم لدرجة كبيرة جدا المفترض إنه هما ما كانوش تحطوا فيها بالسرعة دي وبالتالي الضريبة اللي بتدفع اللي بتدفع بتكون قاسية الضريبة اللي بندفعها بتكون قاسية عايز أقول لكم أنا تقريبا يعني عمري ما انبهارت بشخص إلا والانبهار ده ما بدأ ينطفق شيئا فشيئا تدريجيا حتى يتلاشى بسبب بسبب المواقف بسبب التجربة بسبب الاحتكاك بسبب التفاعل كل ده بيبدأ يظهر الشخصية الحقيقية أمامنا بنبدأ الغلاف اللي فوق والكشرة اللي موضوعة تخرج شيئا فشيئا يبقى إحنا كده عندنا مشكلة كبيرة إنه إحنا بندخل بنبقى منبهرين بنبقى معجبين بنبقى متأثرين بشخصية ما داعية ممثل حد انفلونسر في أي فيلد في أي مجال الشخص ده إحنا شايفين جزء صغير بس جزء صغير بس من حياته أو من شغله أو ممكن الجزء ده يكون هو بيفهره بشكل مثالي لكن مش ده الحقيقي مش ده اللي أنا أبقى في مخيلتي إن أنا أحطه إن ده الستاندر تمام الإنبهار بالأشخاص والإعجاب هو شيء لا عقلاني يعني بيبقى نابع من الشعور بيبقى نابع من العاطفة داخليا إحنا بننساق لمجرد إنه عمل أشياء معينة أو بيوري حاجات معينة أو بسبب جزء معين هو بيظهره فأنا بأبدي إنبهاري بي طب السؤال هل الكلام ده مؤذي ولا مش مؤذي هل إحنا لو مشينا وراء عاطفتنا ومشاعرنا وإنبهارنا بالشخص ده وبدأ بقى محرك وملهم لينا ده شيء جيد ولا شيء وحش لا ده شيء جيد وشيء ممتاز لكن له ده الإيجابي لكن له جانب هو جانب سيء تمام طبعا أنا هرجع للإخواتي اللي علاقوا تاني وهي فاطمة بتقول عبد العال بيقول أتمنى إضافتي في مدخلة والله يا شباب أنا نفسي أعمل شيء والشباب يخشوا فيه يعني يخشوا نبقى فيه لقاء نختار مجموعة ولكن أنا نفسي ينضم لنا فريق الصفحة عدد فإن شاء الله رب العالمين ده في دماغي ولكن أنا متابع القومنس هبدأ أراها كمان قدامكم عشان طبعا أسماء بتقول إن هو مؤذي الإنبهار مؤذي وبنرسم صور نموذجية زائفة عن حاجات كتير للأسف ومن الآخر وفي الآخر بنتصدق هي دي المشكلة المشكلة إن إن إحنا الهيكل الفريم الشيب اللي إحنا بنناه وكبرناه وضخمناه وانبهارنا بيه ده للأسف الشديد بيقع بعد كده مشاكل كارثية نفسية تمام كده وانهزام نفسي والمشكلة الأكبر لما نمشي في نفس الطريق ولا نصل لشيء زي الشخص اللي هو وصل وبقى مؤثر وما إلى ذلك فإحنا كده يعتبر زي سراب كده وهم عارفين السراب طبعا فالوهم ده إحنا بنقول الأفضل إن إحنا نكون عقلانيين ونبعد عن العاطفة بلاش نحكم العاطفة لما نقرب لحد معين بلاش نحطه وننبهر لدرجة إن إحنا ناخده قدوة ونموذج لا يمكن لازم نمشي لا الموضوع بنحكمه بعقلنا طيب السؤال أنا من كم من كم من كم يوم جاء لحد من المتابعين وعنده طفلين طفلين دول واحد سبع سنين واحد خمس سنة تمام شابين وبعتين لي تسجيل صوتي إنه هما بيتابعوني مبسوطين جدا وأنا على السعادة يا دكتور وإنت اللي أنت بتعمل ونفسنا نبقى زيك المهم أنا سمعت الصوت ما قدلتش قلبي يعني كذا ينخلع وكأن ابن أحمد أو المعتصم بالله أو خديجة بيتكلمه فالموضوع بالنسبة لي شوية حرك فيه يعني مشاعر الحنين والأبوة فالمهم وفعلا تكلمت مع أبوه لازم أتكلم معاهم يعني أنا عايز أعرف الولاد دول إزاي وصلوا المهم طبعا من حديث الأب من حديث الأم فالولد في المدرسة بيتكلمه عن حد معين عالم معين ما شاء الله يعني قدوة لنا فهو رح قيم الولد وقال لهم إزاي ده فيه واحد اسمه كذا كذا رمزة عبد العزيز ودف كذا وده بيشتغل وطفل صغير في المدرسة فهو رح حكى لأبونا النهار ده قلت وقلت لهم الولد ده قال لي ده سمع لقاءك مع قناة دروس أولاين عن والولد بقى لما كلمته صوتي قال لي أنا نفسي أبقى زي أبقى نفسي أمشي أبقى زي أبقى عالي يا ابني مين الرسم الرسمة دي طب انت إيه مهاراتك بالراحة كده التشاطر في إيه وابقى إلى ذلك بدأت إيه أتكلم معاه في حدود عقليته الجميلة وهما دايما بيقى دمخهم الأطفال العموما اللي ما بتتكلم معهم وتسرح معهم بيتدخل في دنيا جميلة جميلة بكري كده ضيضة ويقضي يلف بيكوية ويحور زي أحمد كده أنا كنت طبعا منتشي وبضحك ومستمتع بالحديث لأن أحمد يعني عنده شوية حاجات كده لا داعي ندخل فيها في اللقاء عشان أنا هو كويس ولكن نبقى عارفين إن إحنا بننبهر ولكن بجزء معين صغير من الصورة مش الصورة كاملة خلاص كده فلازم نتحكم للعقل نقول إيجابيات نقول سلبيات نقول إحنا شايفين الجزء إيه ده السلوب ده في الشخص ده كويس الراجل ده في الجزئية دي إحنا شايفينه إنه مكتهد شايفينه إنه متفول شايفينه إنه ناجح شايفينه إنه مميز وبنقول والله يا شباب ادعموه والله يا شباب اتعلموا منه استفيدوا من تجربته ما فيش أي مشكلة تمام لكن التعلق والإمبهار ده بييجي في حاجات تانية كتير في حياة بيه بسبب إيه بسبب بالسوشيال ميديا لأن كلنا شوية بنوري نفسنا إنه إحنا في دور النموذي يعني المثاليين وطبعا لو جينا نتكلم عن الموضوع ده هلاقي إن الإنسان في حد ذاته بواجه عام وبحده مطلق غير مبهر إطلاق عنده مشاكل وعنده بلوية وعنده حاجات هو بوزيتف فيها وحاجات نيجاتيف دي طبقاتنا إحنا كده مفيش ولكن لما بسبب السوشيال ميديا والفيسبوك واليوتيوب والكلام ده فأصبح دلوقتي الناس بتوري بتاعتها يتكلموا عن نفسهم يعملوا بيرسونال براندنج كويس يعملوا ماركتنج لنفسهم كويس وده شيء صح مش وحش إنه إنسان في مجال معين يبقى بايونير فيه يبقى متميز ويبدأ عنده تالنت في حتة معينة يبدأ يتناقش فيها بدليل إن إحنا ما شاء الله بنتعلم بقى كوميونيتي كبير جدا والسوشيال ميديا طلعت ناس فعلا كويسة جدا بنتعلم منهم وفي نفس الوقت ليها سلبياتها وليها مشاكل بشكر الناس اللي عملت تتفاعل على اللايف وعملين يكتبوا أسئلتهم أنا جاي للنقطة فخلينا كده القاعدة الرئيسية إن الإنسان بوجه عام مش مبهر شخصياته مش مبهرة حتى لو أنت رحت شركة ومديرك مبهرتي بالجزء من الوقت بعد وقت هيبلك الشخصية الحقيقية بقى في التعامل والخناعات والدسيشنز والأردارات وطريقة التعامل وتقول الله ده إحنا عايزين نرجعه حضانة تاني عشان يتعلم منجمنت تمام كده فهي دي الفكرة الرئيسية الناس اللي بتكتب خلاص إحنا قلنا موضوع المداخلة ده إن شاء الله هندرسه وممكن يكون يا شباب على يعني نعلن عنه هنا وممكن نعمله على التليجرام لأنه بيدي الميزة دي طيب أرجو التعليقات إيه رأيك يا دكتور في المؤتمر الشباب العالمي اللي في شرم الشيخ والله أنا ما سمعت عنه يعني يا حسام أنا ما سمعتش عنه خالص تمام كده طيب أكيد ممكن خداع جدا بحبك جدا يا دكتور طبعا مؤذي وبنرسم صورة المزاجية الانبهار وأكثر من وجه بعضهم السلبية ويؤدي نتيجة تمام طيب طيب بالنسبة الحل إيه طيب أنا دلوقتي الانبهار مؤذي طيب الانبهار ده بقى مشكلته إنه عدوى مشكلته إنه بيعمينها عن حاجات كتيرة يعني على سبيل المثال هديكم حاجة بسيطة خالص ممكن أنتم هتعيشوها معظمكم أو منكم من العشاء فترة مثلا اختيارك كلية أو الجامعة أو الكرير ممكن تكون منباهر بشخص ومنباهر بالسيرة الذاتية وتفوقه في مجال معين وهو بيتكلم عنه بصورة جبارة إن العالم كله رايح في الاتجاه ده على سبيل المثال أنا شغل في النانو تيكنولوجي تمام أنا بقعد أتكلم على النانو تيكنولوجي إن العالم متجه لها ولازم الشيء ما ينفعش لا لازم أكون منصف وفير أنا آب أشتغل في ده وأحب أساعد الناس اللي عايزة تشتغل في ده لكن في نفس الوقت لازم أتكلم عن الحاجات اللي فعلا حقيقية العالم بيتجه ليها فالإنصاف والعدل مهم جدا 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 طيب لو واحد مثلا بيشتغل وليكن جرافيك ديزاير فيديو إيديتور أو ماركتينج وهو انفلونسر وعنده متابعين كتير جدا وعمال يتكلم ويتكلم فبالتالي في شريحة كبيرة جدا من المتابعين بتتأثر بله فبيعملوا إيه يروح رايح مغير الكرير بتاعه بسبب الانبهار ده أو التأثير ده بدون تحكيم للعقل بدون إفالواشن بدون تقييم لمهارات نفسه هل هو فت معاه ولا مش فت معاه هل هو مناسب لمهاراته ولا لأ هل هو مهم في سوق العمل ومطلوب بدون كلام الراجل لا فعلا يدخل يقرأ ويدخل على سورسز ومجلات وويب سايتس عالمية تراستد وبيكون فيها المراجع بتاعتها ومقالات قوية جدا بتتكلم أني فعلا عالميا في اتجاه كذا 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 ولا أنا شفت شخص ناجح في ده ولا هو بمه خلاص ولا أنا مجرد شفته وأنا متأثر بالسوشيال ميديا ومتأثر بشخصيته واروح رايح ماشي في الكرير ده يعني مش ممكن أنا أكون متأثر بشخص مثلا أنا شغال ميديكال يعني واروح أحول أعمل كرير مثلا في مجال طبي ما واروح أحول كرير يقوله أسحابه لنحية محاجة معينة لشخص أنا تأثرت به في مقالة في محاضرات واتعلق وشفت نجاحات ونشرف أنت مش هو حضرتك مش هو مهاراتك مش مهاراته المحيط بيك مش هي المحيطة بيك في حاجة يا شباب كده بنقول عليها المتاح المتاح بتاعك غير المتاح بتاع غيرك تمام كده يعني إلا أنا أقدر أستفيد منه وتعلمه وأكمل بيه متاح ليه لكن الشخص التاني متاح له حاجة تانية فبالتالي وبيستخدمها يطلع به فده لو مش متاح ليك إنت إزاي تقول إن تجربتك هتنجح زيه ده إذا فرضنا إن انتوا ما شاء الله عقول لكم متقربة ومهاراتكم متقربة يعني إذا فتكرنا وده مستحيل بين البشر إن إحنا نطلع اتنين التفكير واحد العقل واحد ده إبداع الخالق سبحانه وتعالى إنه ما فيش نسخ ما فيش نسخ متكررة من البشر تمام كده فإحنا خلينا ده واضحة أمام فده بيبهدل المجال الأكاديم بيضيع مننا سنين وإحنا ماشيين في الاتجاه الخاطئ ورناس إحنا منبهرين بيهم لسبب ما سيرة ذاتية تشيف مينت نجاحات وما إيه جوائز أي حاجة من الحاجات دي فإحنا عايزين نكون أكثر عقلانية لما حد بيجي نتأثر ونشكر ونتعلم ونقول مميز وندير الكمنديشن ولكن لما أجي أطبق حالته مع حالتي لازم أقف وأفرمي أقول أنا تقييمي إيه والإنفيرومنت بتاعي إيه وصلنا للنقطة دي مهمة جدا حاجة تانية بنيجي مثلا من أهم الاختيارات اللي بقولها هو طالب العلم والطالب الدراسات العليا واللي بيذاكر واللي عايز يكمل في مجال مهني واللي عايز يطلع يبقى في حتة تانية من العالم وعايز وده شيء جميل جدا وصحي أنا شايفه مش حاجة كويسة التنافس المؤمن القوي خير وأحبه إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير لكن لما يكون واحد عنده الملكة وعنده الموهبة وعنده المهارات وربنا سبحانه وتعالى يديره مقدرة أنه ينافس وينجح نقوله توكل على الله وندعم ولكن الإبهار ده خلق ممكن يكون داري بيحجب الحقيقة بيحجب العيوب بيحجب باقي الأجزاء المهمة جدا جدا اللي لازم نخلي بالنا منها وبالتالي معظم وبقوله غالبية البيوت التي تقام في البداية على الإنبهار دايما بيتقابلوا في ساحة المحاكم تمام كده لازم القضاء يخش في الآخر والطلق والأولاد ويجري وبتلاقي بقى حياتك الأكاديمية والبحثية والمهنية وتطوير الزاك كل ده بقى فض مخك للأواضي والمحاكم أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل يعني فيه عندي حالات كارثية في ناس محكومة عليهم بسنوات سجن بسبب الإنبهار بسبب أنه دخل إنبهار بجزء معين ودخل تمام أول ما تحصل عملية إنبهار ادي فرصة وين وحضرتك كل اللي بتسمع أي واحدة بتسمعني أخت بتسمعني أنا بنتي بقول لها كده أنا بنتي بقعد معاها أشرح لها الإنبهار بيكون بس هو جزء معين حضرتك أو حضرتك منبهر به لكن باقي الشخصية الحقيقة باقي الأجزاء باقي الصورة هدن مخفي هيظهر إيه متى؟ بيظهر بقى بعد الزواج بعد مدة أطول من العلاقة بالمواقف بالاحتكاك بالتجربة وبناء على كمية الإنبهار والثقة وما إلى ذلك والإعجاب تأتي الهزيمة ويأتي الضرب ويأتي الأذى وتأتي المشكلة تمام كده؟ فهمتوا ليه المشكلة؟ ليه المشكلة دي؟ بتأثر في حياتنا بشكل كبير جدا السوشيال ميديا بقى بدأت تخلي الموضوع ده يطفو لأنه طبعا بنحط أفضل صورة بنحط أفضل أتشيف منت علمي لين بنحط أفضل كلام منمك ومختارين أفضل الكلمات فلازم في ناس بتنبهر دي للأسف إحنا اللي اتنين وقعين في نفس المطب مش هقدر أقوله له هقدر أقوله ده ما تكتبش لأنه ده صرته الزتيق هو بيحب يوري الأتشيف وده شيء كويس وده براندك ولكن في نفس الوقت احنا بنقع ضحايا أنا مثلا في مرة من الأوقات كنت محتاج أتواصل مع شخص معين بعينه والرجل ده طبيب يعني وكنت ممكن أحجز معه وتواصلت عن طريق واحد أنا صدمت أنا صدمت من الشخصية الكبيرة المؤثرة اللي هي فعلا قامة تربوية وعلمية وطبية إن أنا بتعامل مع شخص محتاج اللي يأهله ويساعده إن يفهم إزاي يتعامل مع الناس يتعاء إزاي شبكة علاقاته تضار إزاي لما يجيله حد محتاج استشارة هو طبيب لازم يكون حريص إنه ينفعه للأسف هو كان يفتقر لده ومع ذلك ما شاء الله يدرب بالبناء إن أنا لو أريد أن أذكر إسمه أقولت إسمه مش هتصدقه فالفكرة هنا رغب من إياه كانت استشارة تكون مدفوعة مش حاجة ليتفضل لا استشارة مدفوعة ولكن فجئت فبدأت بقى أتعامل مع نفسي لماذا أنا نباهر؟ ليه ننباهر بأشخاص؟ ليه؟ طب ما نقفل الباب ده من الأول ونحكم العقل لازم يكون عندنا نضوج فكري نضوج اجتماعي مميزات عيوب إيجابيات في سلبيات ما يبقاش فيه ما يبقاش متوقعين إن اللي قدامنا ده وإنه بيخدم الناس وبيساعد الناس أكيد لما أنا هطلب منه أكون داخل كأنه بقى هيشيره يديني ويقلق لا ده راجل عنده وقت وعنده بيته وعنده شغله وعنده 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 ما تنبهرش إن إحنا بنكتب مقالات بنساعد بيها الناس ما تنبهرش لده إحنا الوقت اللي ربنا سبحانه وتعالى أكرم نبي بنساعد باللي نقضى باللي نستطيع نفعله لكن أكثر من ذلك لا نستطيع فبالتالي أنا مش ملزم إن حضرتك منبهر أنا مش قضيتي إن أنا ملزم بالناس لازم لو إحنا شلنا موضوع الانبهار ده بنحط نفسنا في حتة تانية ألا وهي فكرة اللي بيتفرج بره العلاقة يعني إيه متابع بينتقد الانبهار بيعمي وبيبوز حاجات كتيرة جدا في حياتنا وإحنا مش واخدين بالا بتخش صداقة تخش بسرعة ساروخية منبهر بحاجات معينة بخلق أخلاق معينة سلوك معين طريقة معينة وفي الحقيقة في الآخر تلاقي نفسك بعد فترة إيه ده ده لا في احترام ولا في احترام معين ولا في صدق طب ما ده نوع من أنواع الخلق طب أنا لما احتجتله في زنقتي طب هي صاحبتي دي أنا احتجتلها مدتنيش ما عملتش طبعا لأن حضرتك منباهرة بالشخصية لقدامك مش متخيلة أن عندها ضعف وعندها خلل وأن حضرتك أو حضرتك شايف جزء صغير جدا من الشخصية فلابد يا شباب أن احنا نعمل الموضوع ده الموضوع صعب وأنا لما بشوف ناس عيشاب بالطريقة دي وبتقع وبتبكي وتعيط وتقعد تجلت في ذاتها وتداي أن هم أخلصوا الناس وكانوا أصدقائهم وكانوا أصحابهم ودخلوهم في دايرة قريبة جدا في وقته قصير وأصبح وفي الآخر بقى كسروهم وهزموهم يا جماعة خلونا منصفين خلونا أكثر إنصافا بصوا من بره لما تبدأ تعمل علاقة ابنيها بالعقل لما تدخل على شخص بتتابعه تابع بعقلك أشياء بيقولها استفيد من التجربة لكن ما تعيشهاش ما تطبقهاش على نفسك تمام كده؟ يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته